سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بيكم في حلقة جديدة معنا اليوم حلقتنا النهاردة حلقة مسجلة ولكن هي أيضا مخصصة للرد على أسئلتكم وانتقداتكم أو شبهات مثلا أنتوا بتشوفوا أنها موجودة في الإيمان المسيحي مثلا وأحيانا بتصلني بقى نوع تاني من التعليقات أو الأسئلة وممكن تبقى أقدر أسميها مثلا ادعاءات على كلمة الله بعدم فهم مثلا أو تفسيرات للكتاب على حسب الفكر الإسلامي أو محاولات لإيجاد مداخل يعني إيصال الفكر الإسلامي بالفكر المسيحي أو التعليم الإسلامي بالتعليم المسيحي بصور لا تنتمي للكتاب المقدس أو فكره أو الفكر المسيحي بأي صورة من الأشكال أنا خصصت لكم 3-4 حلقات في الموضوع ده وبشجعكم أنه اللي بيشوف حلقة النهاردة يبعث لي أسئلته يبعث لي تعليقاته زي ما هنشوف النهاردة هيكون فيه ناس بتعلق على حلقات عملتها بيعجبني جدا أني أشوف أنتو الناتج بتاع الحلقة 7 عندكم إيه وإيه الأسئلة اللي عندكم فمن فضلكم تقدروا تبعثوا على الفيسبوك تقدروا تبعثوا لي على واتساب البرنامج كمان عنوان حلقة النهاردة هو أسئلتكم والحقيقة الكتابية هنشوف بقى أول التعليقات أو الأسئلة اللي أحب أني أشاركها معاكم النهاردة فيه الأخ ده هتلاقيه متكرر له كذا سلايد النهاردة اسمه الشنوكي الباهي بيتكلم على سفر أشعية سفر أشعية من الأهم الكتب في الكتاب المقدس اللي بنقول إنها من الكتب النبوية خلينا نرجع للسلايد تاني نشوف كده بيقول هو إيه بيقول في سفر أشعية 66 والآية 20 بشارة بالفتوحات الإسلامية وبيقول كده وكان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلدان كانوا راكبين الجياد والبغال والهوادج والهجن والجمال يعني وهذه كلها حيوانات صحراء بشكرك على مشاركتك يمكن حضرتك حاولت تكتهد إنك تفهم حاجة في الكتاب المقدس أو إنك كنت بتدور على حاجة تربط الإسلام بالكتاب المقدس أو يعني عايز تشوف إذا كان فيه مثلا بشارة بمحمد والحاجة زي كده بس دي بالذات وسعت شوي ده تفسير حضرتك لسفر أشعياء ويعني الآية عشرين من الإسحاح ستة وستين الإسحاح ستة وستين من أجمل الإسحاحات في سفر أشعياء الحاجات النقطة الهامة في إسحاح ستة وستين إنه بشارة بالقاتي بشارة بالخبر الصار بشارة بمجيء المسيح التاني فيه نبوءات كثيرة عن مجيء المسيح التاني وعن إزاي إحنا كأبناء من الأمم حيتعامل معنا إزاي وإزاي شعب إسرائيل حيعود المسبيين أو اللي كانوا مشتتين حيرجعوا ويعودوا للأرض اللي الرب عايز يرجحهم فيها في أرشاليم وبيتكلم عن أرشاليم الجديدة يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالفتحات الإسلامية خالص حضرتك اعتقدت أنك وجدت ما لم يجدوا أحد من قبله يعني بصراحة يعني بس بصراحة وأنت عملت كده لأنه وحدش ممكن يلاقي الكلام ده من الآية اللي إحنا حنسمعها النهر ده الآية بتقول كده نشوف بقى من الكتاب نفسه علشان نشوف كلمات الله بتقول إيه بيقول كده الكتاب خلينا نشوف السلايب الآية عشرين ويحضرون كل إخواتكم من كل الأمم يحضرون كل إخواتكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسي ورشاليم بالتحديد قال الرب كما يحضر بنو إسرائيل كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب بيقول كده الرب في واحد وعشرين وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين قال الرب لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم وإسمكم ده كلام الرب في الفقرة دي بالذات دائما أما تاخد آية وتقططعها وحضرتك تشوف لنفسك تخيل فيها حيكون ده تخيولك لوحدك بكل تأكيد وخاصة إذا ما كانش فيه إرشاد من روح الله لكن لازم يبقى فيه فهم لأنه هناك دائما ترابط في الكتاب المقدس بين كل آية وآية بين كل سفر وسفر بين كل إصحاح وإصحاح ما فيش حاجات منفصلة عن بعضها حتى الكتب التاريخية بتورينا عمل الله في حياة الناس اللي اختارهم مثلا الكتب اللي هي فيها نبوات في الكتاب المقدس كلها مرتبطة بكتب أخرى وأصفار أخرى في الكتاب المقدس في العهد الجديد أكتر سفر أخذ منه نبوات أو استخدمها المسيح أو استخدمها الرسل في أماكن وأوقات معينة بتقول إن دي نبوة بتتحقق كان مثلا من سفر أشعياء فما فيش حد أبدا لا غربي ولا شرقي ولا يعني من السعيد حتى قال إن في حاجة اسمها فتوحات إسلامية في سفر أشعياء أبدا خلينا نشوف كمان أرجع خليني أرجع أرجعكم للسلايد دا تاني شوفوا الرب هنا بيتكلم عن لما أولاده حيرجعوا عن العائدين لي لي وإنه بيتكلم أيضا عن دخول الأمم في الإيمان برضو دي نبوة عن القادم عن مجيء المسيح أما بيتكلم على أنه في تقدمة زي ما كان في الكتاب المقدس في العهد الأديم كان في تقدمات تقدم من أبناء الله في شعب إسرائيل كان مفروض عليهم تقدمات وزبائح يعملوها علشان غفران الخطيئة لأمور كثيرة جدا وبيتكلم عن القادمون من السبي اللي تشتتوا هيرجعوا تاني يجمعهم الرب ويقدموا تقدمات للرب ويتكلم عن الأمم في نبوة عن عمل المسيح عودة مختارين الله للرب لما تقرأ التفسير الحقيقي لهذه الآيات هتلاقي بيتكلم على كده أنه عودة مختاري الله للرب وأنه في نبوة يعني عودة الأمم للمسيح المسيح حيدعوهم بقى ويجمعهم ويقول تعالوا يا مباركي أبي وبعني يقولك أنهم أيضا في 21 يقول للرب كده وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين أنا عايز سأل سؤال حد من المسلمين كهنة ولاويين الكهنة اللي كانوا خارجين من صبت لاوي ده ليس له علاقة بالإسلام بالمرة فأنا أرجو أنك تتحرد دقة في يعني اللي بتحاول الفكرة اللي بتحاول تقدمها لأنه يعني ده لا دخل لي بالفكرة اللي قدمتها خالص وإنه إذا كان أنت محتاج وأبقى سعيدة جدا لو أنت محتاج إنه نوريك إزاي تدرس الكتاب المقدس فيش مشكلة أبدا اكتب لي على الواتساب وأنا أكون سعيدة إني أساعدك في بدايات لدراسة الكتاب المقدس الساكن ده ما كانش له أي صلة بالمسلمين خالص في إشارة مثلا لموضوع إنه إنه الشعب الله لما يرجع ويدي تقديمات إزاي بيحصل وكده فمثلا في أماكن متعددة من العهد القديم في صفنية مثلا نلاقي إنه الرب بيقول كده لأني حينئذن أحول الشعوب إلى شفاة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة من عبر أنهار كوش المتضرعون إلي متبددية يقدمون تقدمتي هو بيتكلم عن الناس اللي حترجع اللي بيتضرعوا ليه اللي بيعبدوه القريبين منهم هم اللي حييجوا واللي تبددوا في العالم كله إذا كان بالسبية أو بالحروب اللي قامت وخرجت الشعب من مكانه وكل ده هو بيتكلم عن دول وبيتكلم عن الأمم برضو اللي إحنا بقى من جميع الشبوء من كل الشعوب ومن كل القبائل حنيجي علشان نقدم تقدمات للرب التقدمات اللي بتكلم عنها الكتاب المقدس في العهد الجديد مختلفة تماما عن العهد القديم الآية دي في التفسير مرتبطة جدا بأشعيس التوسطين ما فيش لا جمال ولا هوادج ولا فيها إسلام خالص ولا فتوحات إسلامية يعني ما فيش حاجة اسمها فتح إسلامي حيروح يعني يفتح أورشالين مرة تانية ده مش هيحصل واسمه غزوة مش فتح كمان خلينا نشوف بقى روميا في العهد الجديد بولس الرسول بيتكلم بيقول كده في روميا 15 حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم ده بولس الرسول بيتكلم عن الأمم اللي هو ربنا دعاه لأنه يخدمهم ويدعوهم للمسيح وبيقول كده مبشرا لإنجيل الله ككاهن مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس العهد الأديم كان بيبشر بقدوم المسيح اللي هيجمع شعب إسرائيل المدعوين المختارين مع جميع الأمم لإن الله يحب الكل وعايز الخلاص للكل فيبشر بقى بالخبر الصار يسوع المخلص الله الظاهر في الجسد اللي هيجي اللي بولس بيتكلم عليه ده بيقول أنا جيت عشان أجون خادم للمسيح لأجل الأمم عشان أقول لكم أن انتوا كمان مجملين في هذا المجيء الثاني العظيم ليسوع المسيح المخلص للكل ونيجي بقى إحنا نقدم بقى قربان مقبول مقدس بالروح القدس يا ترى إيه هو قربان الأمم ده اللي إحنا نقدر نقدمه أنا وإنتوا المسلمين اللي بيسمعوني النهاردة أنا وإنتوا ملناش في يعني مكناش من شعب إسرائيل ولكن إحنا الذبيحة اللي نقدر نقدمها للله هي التوبة الصلاة الحب النقاء بولس الفاهم الدارس للعهد القديم كيهودي بيأكد على قبول الأمم أمام الرب من خلال عمل المسيح المسيح الذي قدم نفسه عن الجميع وإحنا نقدم قربان توبة يعني الرب في العهد القديم حتى موضوع القربان في العهد القديم الرب قال إنه أنا مش عايز الزبائح اللي إنتوا بتعملوها دي من غير قلب تايب أنا عايز زبائح القلب اللي مليان بحضوري اللي مليان بمحبتي وهكذا فالله مش طالب النهاردة زبائح دموية ولكن كان طالب قلوب طاهرة قلوب طاهرة تتقدس بروح الله في المسيح أما عن موضوع بقى الخيول والمراكب ووسائل المواصلات العامة اللي كانت موجودة في الوقت ده وحضرتك بتقول إنه دول لازم يكونوا المسلمين لإن دي كلها حيوانات صحراء أنا مستغربة جدا إنه حضرتك متوقع إنه الحيوانات اللي زكرت دي مش موجودة غير في صحراء الجزيرة العربية مثلا غريبة طب مثلا الرومان جابوا منين الحصانة بتاعتهم اللي طول العصور بيستخدموها يعني مش معقول يعني مش كل الأحصنة بتبقى موجودة في الصحراء يعني فيه الناس عندهم الحمير والبغال والكلام ده كله موجود في العالم كله فمش ده يعني ده دليل واهي شوية ومحتاج بحث من عند حضرتك أنا بصلي النهاردة إنه السامعين يعرفوا إنه فيه أشعية 66 بشارة بمجيء المسيح التاني وفرصة للتوبة ليك إنت عشان تنضم للي هيكونوا في محفى الحضور الله اللي هيحصلوا على الخلاص اللي قدموا يسوع المسيح فأنا بصلي النهاردة إننا نعرف ونتعلم إنه التوبة والفهم الحقيقي اللي كلمة الله وتقديم قلبك وقلبك لله النهاردة هو الطريق الوحيد للخلاص لا خلاص إلا بيسوع المسيح اللي قدم نفسه عن البشرية كلها حبا وإشفاقا ورحمة ولكنه أيضا لازم نتذكر إن هذا الإله المحب اللي قدم هذه التضحية من أجلك ومن أجلي هو أيضا إله عادل والكتاب بيقول مخيف هو الوقوع بين يدي الله فلو وقفت قدام الله من غير يسوع المسيح مش هيعجبك اللي هيحصل بصراحة الله له غضب زي ما له رحمة فلازم نفكر ونبحث ومن استسهلش الأمور كده ومن اقتطعش الكلام من الكتاب المقدس بهذا الشكل أو بلا فهم أنا بشكرك مرة تانية على التعليق اللي حضرتك حضيته عندنا النهاردة تعليق تاني من الأستاذ حسن الهادي بيقول كده لماذا تزوجت مريم العزراء بحسب كلامكم وهي بعمر 12 سنة لرجل عمره 90 سنة خليني أروح قبل ما ابتدي أقرأ الآيات دي الأستاذ حسن بيتكلم عن عمر السيدة العزراء وبيقول إنه تحديدا كان 12 سنة أولا فيش حاجة أبدا بتقول عمر السيدة العزراء كان قد إيه لما جات لها البشارة ولا عمر يوسف الصديق لأنه لا ده في أي دليل كتابي على تحديدا عمر للسيدة العزراء ولا لزوجها يوسف خليني أتكلم عامة في حاجات عامة معروفة من هذا الوقت والتاريخ ده وأيضا من العادات والتقاليد إحنا عارفين إنه شعب إسرائيل ليه عادات وتقاليد صارمة في أسلوب الحياة والجواز والزبائح وكل ده لكن من ضمنها إنه يجب إنه البنت تكون في عمر معين لازم يكون عمري فيه نوع من أنواع الندوك فكان من المعتاد في هذا العصر إنه ممكن تكون من 12 ل 15 حاجة زي كده لكن 12 دي أنا أشك فيها بصراحة أتكلم عن السيدة العزراء بالتحديد أولا لأنه يعني الكتاب المقدس بيدينا أمور كتيرة أو خطوات كتيرة مرت بيها السيدة العزراء بتورينا إنها ما كانتش طفلة اللي حصل إنه في الكتب اللي هي الأبو كريفة أو زي مثلا بيقولوا إنجيل يعقوب أو الكتب اللي هي الزيدة عن الكتاب المقدس اللي بعض الناس بتستخدمها بتقول بتاخد منها معلومات وتعتقد إن هذه المعلومات حقيقية لا موضوع سن زواج السيدة العزراء وسن زواج يوسف ليس لي علاقة ما تجيبش سند من كتاب ما هواش كتاب يؤمن بيه كل المسيحيين خارج إطار الستة وستين كتاب اللي موجودين في الكتاب ده عهد قديم وعهد جديد ده خارج إطاره خالص يعني ملوش علاقة فالمعتقد إنه المفروض إنه البنات كانوا بيتجوزوا من 12 إلى 14 إلى 15 وفيه فترة خطوبة والجواز دي تقاليد وأيضا النسابهم لازم يكون معروف علشان خاطر داخل في أهمية النسب إنه الناس دي يعني ليهم دور في انتظار المخلص وأيضا في امتلاك الأراضي اللي بيمتلكوها إزاي الأرض تورث وحاجات زي كده من الناحية التانية الرجال كان من المعروف إنهم برضو الشباب كانوا بيتجوزوا من 16 إلى 17 وهكذا وممكن الرجل يكون أكبر شوية ويتجوز مرة ويتجوز تاني أو لو مراته ماتت أو لو كانت البنت اتجوزت مثلاً وجوزها مات في أخوه يتجوزها وهكذا ففيه تقليد منضبط فما فيش حاجة في التقليد ده قالت أبداً إنه السيدة العزراء كان 12 ويوسف كان 90 أبداً النقطة المهمة اللي لازم أذكرها ولازم نكون فاهمين إنه يعني الأنجيل المضافة دي ليس لها أي سند تاريخي صحيح وفيها خرافات كتيرة يعني ما تيج تقرأها تلاقي فيها خرافات كتيرة فدي مش حاجة نقدر نستند عليها النقطة الثانية هي إنه الكنيسة التقليدية في بعض الأحيان علشان تؤكد زيادة يعني في مرحلة من مراحل البدايات الأولى مثلاً الكنيسة الكاتوليكية أو أنا لا أعلم إذا كانت الكنيسة الأرتدوكسية بتقول إنه سنه كان كبير أو لا لكن المعروف دائماً الكنيسة الكاتوليكية قالت إنه القديس يوسف النجار أنا قلت عليه الصديق هو النجار يوسف النجار كان عنده تسعين سنة وده علشان يكون في إثبات إنه العذراء هتفضل عذراء وإنه ما كانش فيه بينهم علاقة زوجية الكتاب المقدس ما بيقولش كده خالص ولا يميل لهذا النحو بالمرة لأنه في أدلة كتير السيدة العذراء هاخد مرحلة من المراحل لما راحوا النصيرة مثلاً علشان خاطر أو بيتلحم هما كانوا في النصيرة ورحوا بيتلحم علشان خاطر الكتاب اللي كان عمله الحاكم الروماني في هذا الوقت إزاي القديس يوسف اللي عنده تسعين سنة سافر بيها واعتنى بيها ووده وجاب يعني على الأقل ممكن يكون عنده تلاتين اربعين سنة لو كان مثلاً راجل يتجوز مرة أو اثنين أو يعني فزيادة إن أنا عايز أثبت حاجة علشان أقول إنه في ولادة المسيح ولد من عذراء وإنها تفضل عذراء فساعات الكلام بيزيد يعني بيكتبوا كلام أزيد شوية من المفروض لكن الكتاب المقدس اللي قدامي ده اللي أنا بقولكه اللي أنا يعني دايماً هتلاقوه قدامنا نفس الكتاب المقدس هي نفس الكتب اللي فيه هي نفس الكلام اللي موجود فيه في العالم كله ده الكتاب المقدس المتداول المتعارف عليه السابت في إيمان الدليل الكتابي بيقول إن السيدة العذراء كانت ناضجة وإن يوسف كان رجل قادر على إعانة أو إعالة أسرة بيقدر يسافر بيشتغل نجار بيعلم المسيح إنه يشتغل في نفس المهنة يعني لو كان تسعين سنة لما تجوزها إزاي عايش لما أعلم المسيح إزاي على الأقل في حادث إنه المسيح كان أما راحوا الهيكل وكان المسيح عنده 12 سنة أعتقد يعني كان يوسف بقى عنده 102 كلام غير منطقي السند الكتابي بيقول غير كده خالص السيدة العذراء كانت شابة ناضجة خلينا نروح بقى في إنجيل لؤة ونقرأ الحوار اللي انتوا هتشوفوه بين العذراء وأول مرة الملاك بيتكلم معها خلينا نركز على السلايد بيقول كده في الشهر السادس أرسل جبرائيل أرسل جبرائيل ملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل الملاك وقال سلام لك أياتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته ابطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية واحدة بتفكر ويعني هنشوف وإحنا ماشيين معاها هي فكرت إزاي استقبلت إزاي ردت إزاي مش بتاع واحدة عندها 12 سنة ولا 10 سنين ولا كلام من ده خالص بالدليل فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت عقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية بشارة بالمسيح بتقول دوره إيه بيعرفها دا مين هي عندها فكرة عن كل اللي بيقولوا دا لأنه كان في النبوات القديمة فنشوف هي بترد عليه إزاي قالت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك الروح القدسي حل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وبيديها بقى دليل بيقولها هو دا قلي صباط ناسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخ وخاتها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فقالت مريم هو دا أنا أمت الرب ليكن ليقى قولك فمضى من عندها شوفوا في النبوات اللي في العهد القديم كان في نبوءة أعتقد في أشعية عن يوحنة وأنه آخر الأنبياء اللي هيكونوا قبل وصول المسيح قبل مجيء المسيح أنا أعتقد أنه فهم السيدة العذراء لبعض هذه الأمور من التعليم اللي تعلمته هنشوف إزاي هي بتتكلم بفهم عن كلمة الله دا كان علامة الله ما ادهاش العلامة دي من غير سبب ادها العلامة عشان يقولها أنه كل شيء ممكن بس كمان العلامة دي كان فيها نبوءة مهمة ترتبط بمجيء المسيح ما كانتش حصلت من زمن خلينا نشوف اللي بعد كده قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوزة إزاي مريم يبقى عندها 12 سنة وتقوم لوحدها وتروح الجبل علشان خاطر تساعد ألي سبات تعتني بألي سبات نسبتها دخلت بيت زكريا وسلمت على ألي سبات فبيقولوا كده لما سمعت ألي سبات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت ألي سبات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرت بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبة للتي أمنت أن يتم مقيلة لها من قبل الرب الاتنين الستات دول صحيح ألي سبات يعني كبيرة كانت عنها كبيرة في السن ولكن كان في تقارب بينها والاتنين بيتكلموا عن أشياء هم معرفينها درسوها حفظوها انتظروها دي مش 12 سنة انت ممكن تقول كده على حسب يمكن كان المعهود أنه في أجيال كتيرة أنه البنات بتتجاوز في السنة ده بس طبعا ده مش هدف السؤال وانا هركز على هدف السؤال بعد كده خلينا نشوف بقى بص معايا على رد مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه النظر إلى اتضاع أمده فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني مريم بتتكلم بروح الله بفهم للصنيع العظيم اللي صنعوا الرب في حياتها للبركة الكبيرة اللي هي أخدتها عرفت إنه وأمنت باللي تعلمته باللي انتظرته مفيش حد في شعب إسرائيل في هذا الوقت لم يكن في انتظار مخلص ولكنها فهمت وعرفت وأمنت وردت بمنتهى يعني الاتضاع والفهم والقدرة على ده مش ممكن تكون عند بنت عندها 12 سنة نكمل الآية تاني بيقول كده بتقول بعدها لأن القدير صنع فيه عظائم واسمه قدوس خلينا نرجع السلايد تاني عشان أكمل الإرائية لو سمحت ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقون صنع قوة بضراعه شتت المستكبرين بفكرة قلوبهم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتدعون أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبا أنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد السيدة العذراء كانت عارفة الوعود اللي الله إداها لإبراهيم وكانت عارفة انتظار نسل إبراهيم وكانت بتتكلم عن الفترات اللي اتهت فيها شعب إسرائيل بتتكلم بفهم مفيش واحدة في 12 سنة هتكون حفظة الكلام ده ودرسة الكلام ده كله بهذا الشكل لازم ننتبه إنه يعني ما ينفعش نلقي تهم بالشكل ده وإحنا محناش فاهمين عمق الكلمة لو حضرتك قريت بس يعني أول إسحاحين ثلاثة من إنجيل لؤة قبل ما تقول كده أو متى مثلا يعني اقرأ الأنجيل عموما كنت هتلاقي في كل الأماكن اللي كان فيها الذكر للسيدة العذراء كان فيه فهم روحي كان فيه نمو كان يعني يقال عنها إنها امرأة مش طفلة كان فيه فرق في الكتاب المقدس لما يقول طفلة كان بيقول طفلة المسيح لما راح علشان يقيم البنت أبوها قال له بنتي عيانة فراح معاه وقال له خلاص بقا هي الطفلة ماتت ومش مهم يعني مش هنتعبك يعني ما تتعبش السيد واحد قال لأبوها كده لكن المسيح قال له إنه لا بنتك الطفلة هتبقى كويس وراح معاه وأقام الطفلة الكتاب بيتكلم عن طفلة فلما بيكون فيه أطفال بيقول طفلة إنما لما يقولها مباركة أنت من بين النساء يبقى بيكلم امرأة أسأل المقارنة ليه هل المقارنة اللي حضرتكم بتعملوها بين سن السيدة العذراء وسن عيشة هل دي مقارنة تجوز يعني؟ لا ما أعتقدش سؤال تاني هل المقارنة تنفي الجرم؟ الجرم الذي ارتكبه محمد واللي كان لي أثار على البشرية من بعده لأجيال عديدة أفسر الكلام ده إذا كان محمد اتجوز عيشة وهي عندها بقى 6 سنين 7 سنين 9 سنين وإنه ده كان السن بتاع وقتها وكأنه مثلاً في وقت السيدة العذراء كان السن 12 والسن صغر لما البنات بقى التحيد في 9 سنين يعني ده لو كان التقدم في العصور كده البنات بتحيد بقى كانوا البنات التحيد ببيهاد بقى فيعني ولو كانت كل البلاد الحر يعني ممكن نعمل بحث ونشوف مثلاً السودان بيحصل فيها إيه طب هل يعني مثلاً تاكساس بلد حر جداً في أمريكا ألاسكا بلد برد قوي لا أعتقد إن ده بيأثر أبداً على الدورة الشهرية للمرأة يعني ده حاجة وهي بس حديثك برضو بتقارن ليه الأثار السلبية لما صنع محمد إلى اليوم إحنا بنعاني منها بنات بتموت بنات بتعيش جهلة أطفال بيخلفوا أطفال فالأطفال ما بتترباش كويس وهكذا ده فعل إجرامي قام بيه واحد بيدعي إنه نبي عنده أخلاق مكرم الأخلاق اللي بيتكلم عليها ولم يكن عنده فهم روحي ليرى أثار ما حدث على البشرية لكن السيدة العذراء وقصة السيدة العذراء ومجيء المسيح الإعجازي من من السيدة العذراء كان له أثر رائع هذا هو ما نسميه الخبر الصاري اللي ما زال الناس النهاردة بتبحث عنه وبتتلقاه بمنتهى الشغف لأنه حقيقة يغير الحياة لأنه كما وعد الله في العهد في سفر التكوين إنه نسل المرأة يصحق رأس الحياة كان لازم المسيح يجي بلا أب جسدي ومن خلال نسل المرأة يعني ده من نقول ناس للراجل في الإنجليز يقوله عليه The seed of a woman غالبا ما فيش حاجة اسمها The seed of a woman ولكن المسيح أخذ يعني الصفة الجسد من السيدة العذراء ولكن لم يكن له أب أرضي ودي كانت المعجزة اللي غيرت البشرية فكر إنه في ميلاد المسيح يتقال ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فقبولك المسيح لو قبلت المسيح بقلب صادق وبقلب تائب وبقلب عطشان لمعرفة الله حيبقى فلان اللي قبل المسيح اليوم ما قبل المسيح وما بعد المسيح ما قبل المسيح موت ظلام وما بعد المسيح نور حياة فرح سلام نمو شركة مع الله ومع الإخوة ألام آه فيه ألام صعوبات آه فيه صعوبات ولكن فيه فرح لا ينطق به وما جيد فيه سلام يفوق كل تصور وكل عقل حتى في وسط الألم أتمنى أنه نكون ردينا على النقطة دي بما فيه الكفاية خلينا نشوف بقى الجزء الأخير السؤال الأخير من الحلقة هايبقى سؤال طويل شوية الشنوكي الباهي مرة تانية يقولك باقي في سفر التكوين وغيرها إن إبراهيم الخليل عليه السلام لما سافر إلى مصر مع زوجته سراعي وكانت جميلة فلما رأاها فرعون مصر أراد أن يأخذها من إبراهيم وقال له من تكون هذه قال له أختي وهو يقصد أخته في الدين ولو قال له زوجتي لأخذها منه بالقوة أولا ما عنديش حاجة في الكتاب المقدس بتقول إنه يقصد أختي في الدين لكن فيه تأويلات كثيرة إسلامية يقولك أنها كانت أخته فعلا أو إنها أخته في الدين وكذا لكن الهدف من اللي بيقوله الأستاذ شنوكي مش قصة إبراهيم بس أنا حتكلم برضو في قصة إبراهيم خلينا نشوف السلايدة اللي بعد كده عشان نشوف هو قصده إيه من الموضوع ده أوكي الأول خليني أفسر لكم موضوع إبراهيم اللي هو بيقوله إنه إبراهيم عمل كده وإنه يعني دي كانت حيلة احتلها إبراهيم على فرعون رد الأستاذ شنوكي هنا كان رد على حلقات الحيل الإسلامية الحيل الشرعية وهو بيبرر هنا إنه لا فيه حيل احتلها الأنبياء طيب ما هو فيه زنى زنى الأنبياء برضو داود زنى داود قتل هل دا يجعل الأمر يعني مقبول لا طبعا الجميع أخطأوا لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوازهم مجد الله أنبياء ولا مش أنبياء الإسلام شوه عقولنا بأنه قال أنه الأنبياء معصومين وأنهم لا يخطئون فبقت مصايبهم زي زواج الصغيرات دا وزي أحكامه الغير مقبولة إنسانيا ولا فكريا ورضاعة الكبير وغيره 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 والسبي والتفرقة بين طبقات البشر والكلام دا كله عشان كده دا بقى طبيعي عندكم ما تقدرش تحب غيرك غير المسلم إقامة الحدود على غير المسلمين والمسلمين وهكذا كل دا ناتج عن إنه دا بقى أمر طبيعي لأنه النبي بقى بيعمل كده فإحنا لازم نعمل كده وما أتاكوا من الرسول فخذوهما نهاكم عنه فانته فبقى دا الشكل المقبول ولكن في الحقيقة إنه دا الشكل اللي صوره لكم الشيطان لأنه كل هذه الأشكال من المعاملات في الحياة إذا كان فيها خطية إلى الله فغيره غير مقبولة وتستدعي التوبة التوبة الحقيقية أوكي خليني قبل ما يعني عايزة أوريكم بس حاجة بسيطة عن موضوع إبراهيم وليه دا موضوع كان فيه مشكلة روحية عند إبراهيم وهتلاقي الإبراهيم أخطاء كتيرة في سفر التكوين بيقول له كده وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي قريك فأجعلك أم عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض هذا الوعد ليه إبراهيم برك ليه وليك النهاردة ما زال هذا الوعد قائم إبراهيم كان عارف أنه دا هيحصل وفعلا دا حصل وبعد كده بيقول لك أنه فعلا خرج وربنا بركه وكل حاجة ولكن الجزء التاني اللي قادوا إلى أنه ينزل مصر في نفس الإسحاح بيقول كده وحدث جوع في الأرض فانحضر إبراهيم إلى مصر اللي يتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا إبراهيم حصل له جوع في المكان اللي هو فيه وما فيش هنا أي إشارة لأنه إبراهيم مثلا سأل ربنا قاعد واللمشي ربنا حطك في أرض عشان عارف أنه هو هيكفيك فيه حتى لو الإنسان تصرف من نفسه ولم يسأل الله يجب أن يتحرك بفكر وقلب الله اللي هو علمه له مش يمشي في طريق مخالف إبراهيم أخطأ فبيقول كده وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته أني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون ذا إذا رأك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك أنا دائما كان عندي مشكلة كبيرة في الفعل ده ما عنديش مشكلة مع إبراهيم لأنه الإنسان خطأ ولأنه الكتاب المقدس بيقول لنا أنه إبراهيم بالإيمان كان بار بالإيمان بالقادم بانتظاره المسيح بتصديقه الله في الآخر هو كان قلبه مستقيم أمام الله تاب قدم لكن عندي مشكلة أنه اللي عمله ليس فقط كده ولكنه عرض صارة للخطر حاب يحمي نفسه وعرض صارة للخطر ولأنه يعني علشان خاف لا يقتله طب ما ممكن يقول لك ممكن يكون لما تقول إن دي مراتك تحميها ده دورك ولكنه لم يفعل الكتاب سكت عنده ولكن نشوف ربنا عمل إيه علشان ينقص صارة ويكمل بركاته الإبراهيم لكن إبراهيم في وقت من الأوقات كان لازم يتوب وإلا كان خرج من البركة يعني ده بيعلمنا حاجة ده بيعلمنا إننا في وقت الظروف الصعبة لازم نرجع نبص على وعد الله اللي ادهولنا لما ربنا قال له أنا هباركك وهيكون بيك بركة وتتبارك بيك جميع الأمم وهكذا عندما أذكر وعد الله أتمسك بي وتكون اختياراتي من خلال ثقتي فالله وكلنا غلطنا في النقطة دي غلطات كبيرة غلطات صغيرة بس الكتاب المقدس أيضا بيعرض غلطاتنا وبيعرض مشاكلنا كما هي خلينا نشوف السلايدة اللي بعد كده بيقول كده فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب صراي امرأة إبرام فدعا فرعون إبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي لماذا لم تخبرني أنها امرأتك لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي الآن هو ذا امرأتك خدها واذهب وأوصع لي فرعون رجالا فشيعوه امرأته وكل ما كان له خرج بسلام أعتقد أنه يعني الله تدخل هنا علشان خاطر صراي طبعا محبته لإبراهيم وكل شيء ولكن هنا الموقف كان لإنقاذ صراي وأنه إبراهيم يفهم أنه حتى ولو أنت في إيد فرعون حتى ولو أنت في إيد فرعون أنا أقدر أخرجك والكتاب يشير إلى فرعون مصر كأنه يعني هو دائما مشكلة ودائما الدخول لمصر كان مشكلة ودائما كان فيه أخطاء ودائما كان فيه أسر ولكن الرب يخرجهم وكل ما له نشوف ده مع شعب إسرائيل في حياة موسى وتتكرر هذه الأمور ثقاتنا في أمانة الله هي الأهم الحيلة لم تنقذ إبراهيم بالعكس لولا أنه فرعون ارتعب من يد الله القوية لما كان إبراهيم خرج سالم خلينا نشوف بعد كده الأستاذ شنوكي بقى بيكمل بيقول لنا هدفه بقى من ده فبيقول في كتاب أفاسوس جاء يقصد طبعا رسالة أفاسوس بيقول جاء أن على الناس تعليم الأطفال حيال الماكرين حتى لا يقعوا فيها والحيلة تنفع في إصلاح ذات البين والذي جاء عن أبي حنيفة في ذلك أمثلة كثيرة لأن بتلك الحيلة ممكن يعني أنقذ تلك الأسرة من الضياع فهو شايف أنه اللي عمل إبراهيم حيلة وأنها كانت حيلة نافعة وأنه أبو حنيفة موافق على كده وأن الكتاب في رسالة أفاسوس بيقول كده أنه على الناس تعليم الأطفال حيال الماكرين الآية اللي هو بيستخدمها هي الآية القادمة دي اللي هي في أفاسوس 4 14 كي لا نكون فيما بعد أطفال مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال هو مكيدة الضلال دي مدايئتوش خلينا نشوف إزاي الكتاب المقدس بيتكلم في النقطة دي أوكي عايزة أقرلكم هو الحقيقة اختار آية عايزة يفسرها برضو تفسير إسلامي هو هو نفس الشخص بتاع أول واحد عايز يثبت لنا إنه الآية دي بتثبت إن الحيلة كويس هو غالبا يعني دور على كلمة حيلة في الكتاب المقدس وخدها وحطها زي معي أنا مشكرك لإنك ديتني فرصة ذهبية عشان أستمتع معاكم بكلمات المقدس والحق الكتابي بصورة صحيحة خلينا نقرأ من نفس الإصحح الرابع في رسالة أفسوس أدي الآية اللي بيقول عليها اللي هي الآية 14 نكون فيه مبعد أطفال مضطرين ومحمولين بكل ريح تعليم مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم يعني مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم يعني كلمة توديك وكلمة تجيبك تضطرب أفكارنا تضطرب اختياراتنا يضطرب إيماننا لما يبقى عندي التعليم دا منه شوية والتعليم دا منه شوية الفكرة دا أخد شوية من الضلمة وشوية من النور أخد شوية حق وأخد شوية نص نص فبيقول كده بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال المكر يوديك إلى الضلال على طول دي الآية اللي بيتكلم عليها واضحة جدا أنه بوليس الرسول بيستنكر اللي بيحصل دا خلينا نشوف أنا حقرأ عدة مقاطع علشان تعرفوا روح هذا الإصحاح فتفهموا أنه الكتاب بيقول مفيش حيلة ولكن هناك حق كتابي ويكون كلامك نعم نعم ولا لا وتكون روحك وقلبك مستقيم أمام الله خلينا نروح من أول الإصحاح بيقول كده فأطلب إليكم أنا أنا الأسير في الرب أن تسلكه كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة بطول أنا محتملين بعضكم بعضاً في المحبة كل ده وحط عليه شوية مكر لا ثلاثة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسد واحد روح واحد كما دعيتم أيضاً في رجاء دعواتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفيه كلكم ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح شايفين في الكام آية دول الرب بيوجهنا أو بولس الرسول بيتكلم بروح الله بيوجهنا إلى الوداعة إلى طول الأناة إلى أننا نحتمل بعض إلى أننا نكون بنحب بعض إلى أننا نجتهد في أننا يكون وحدة في الإيمان بالمسيح يربطنا السلام مع بعض لأننا الجسد واحد من إله واحد إزاي ده عايز يقودنا في الآخر إلى أننا نقول أنك يقول أنك ممكن تحتال ونعلم الأولاد الحال إزاي إزاي إكي خلينا نشوف الآيات اللي بعدها بيقول كده وهو أعطى البعض أن يكون الرسل والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاء ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح ما فيش قديس يحتال ولكن القديس يحتمل وقف وشهد للمسيح وهو عارف أنه بيموت زي ما كل الرسل أو إلا يوحن قتلوا صلبوا عزبوا زي ما شفنا بوترس ويوحن بيتضربوا ويخرجوا من السجن يروحوا طلعين يكملوا الرسالة اللي الله دعاهم لها نرجع للسلايد تاني بيقول كده إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل لقياس قامت ملء المسيح كي لا نكون فيما بعد أطفال مضطرين مضطربين محمولين بكل ريح تعليم بيقول لك إنمو إنمو في المسيح هو ده علشان ما تبقاش طفل مضطرب مش كلمة تؤديك وكلمة تجيبك ولكن نبقى ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح المسيح وحده القدوس الكامل المخلط اللي منه كل الجسد مركبا معنا ومقترنا بمؤذرة كل مفصل بوريكة إحنا مرتبطين ببعض والمركز بتاعنا المسيح حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلقوا فيما بعد كما يسلق سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم ما ينفعش ما تاخدش الحيلة لأن الحيلة من شغل الشيطان من شغل الأمم اللي خارج المسيح إذ هم مصنق مصنقوا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلازة قلوبهم أحيانا الكتاب يعلمنا أنه الناس اللي خارج المسيح ما بيقدروش يفهموا كلمة الله لأنه قلوبهم تحجرت لأنهم فقدوا الحس أسلموا نفسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح كسا تعلموا إزاي إذا كنتم سمعتوه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور إخوتي المسيح أكتر حاجة بتتقال عنه إنه هو الطريق والحق والحياة الحق مش لأنه إله الحق فقط ولأنه لأنه يعلمك إن كل ما هو حق وكل ما هو ثابت وكل ما هو منبعه روح الله القدوس ده يتماشى مع روح الله ده تنمو فيه ده تم لعقلك وقلبك بالكامل ولكن لو فضل قلبك مليان بشوية حق وشوية باطل لا يمكن أن يكون هناك ثمر لذلك أبدا إلا الشر لأن الشر هياخد فكرك هيسحبك لي لأنك لازم يكون لك إرادة في تقديس نفسك وفكرك وقلبك أمام الله أنت وانت وانت بتسمعوني النهار ده قولوا يا رب أنا طلبة أني أتعلم ما هو حقك وأعلم من هو الحق وأسير في طريق المسيح ويهبني بمحبته الحياة الأبدية بصلي لذلك من أجلكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر